اهلا بكم الى مجاز احداث ظهيرة على قناة الحدث الافريقي هدد المجلس الوطني للصحافة باللجوء لاستعمال كل الصلاحيات التي يخولها له القانون بعد انتشار صورة لطفل ضمن دقم صحافي وهو يأخذ تصريحا من مسؤول كبير على همش تشيع جنازة الراحل الخيام واعتبر نفس المجلس ان ممارسة هذا الموقع الالكتروني غير بقبولة اخلاقيا وقانونيا لانه استغلال لطفل قصر اولا في مهنة منظمة بقانون ثانيا ولا يمكن ممارستها الا بالتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي للصحفيين المهنيين قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ان اسعار الكتب المدرسية لن تعرف اي زيادة بعدما قررت الحكومة تخصيص دعم للنشرين وجاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة امس الخميس عقب انتهاء اشغال المجلس الحكومي اعلن عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اقتراب حل ازمة طلبة الطب المغاربة العائدين من اوكرانيا بسبب الحرب واوضح ميراوي في ندوة صحفية برباط امس الخميس عقب انتهاء اشغال المجلس الحكومي ان الطلبة المغاربة الذين كانوا يتابعون دراستهم في اوكرانيا في شعب الطب والصيدلة وطب الاسنان سيتم ادماجهم في كليات الطب الخاصة مشهيرا الى انه سيتم تنظيم امتحان لهم في الرابع والعشرين من شتنبر المقبل وسيتم الاعلان على نتائج في اليوم نفسه افريقيا تتوجه الانظار الى الجزائر بسبب زيارة رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمرة الثانية مرفوقا بوفد يضم تسعين شخصا بينهم سبعة وزراء وبرلمانيون ورؤساء مجموعات كبيرة ورياضيون وتمتد من خامس وعشرين الى سبع وعشرين غش تلجاري وتطبع هذه الزيارة رهانات كثيرة مرتقبة محليا واعلاميا يأتي على رأسها ملف الطاقة ومسألة الذاكرة والتأشيرات والامن في الساحل توجه مئات المتظاهرين بالزي الاحمر الى مبنى رئاسة في جنوب افريقيا في بيريتوريا في اضراب وطني دعت اليه اكبر نقابة عمالية في البلاد للتنديد بارتفاع تدخم والانقطاع طيار الكهربائي واغلق المتظاهرون الطرق في عاصمة جنوب افريقيا اثناء توجههم الى مقر رئاسة مطالبين الحكومة بمنع انهيار الاقتصاد واستنكروا ارتفاع غلاء المعيشة اعلنت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي انه بداية من شهر شتنبر المقبل سينطلق تطبيق قانون منع استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد في مختلف جهات تونس وهذا بعد عامين من نشر نص القانون في 2020 كما اكدت الوزيرة خلال زيارتها لشاطئ الزوارع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة لمتابعة شهر النظافة ان تونس وقعت اتفاقية لاجاد حلول لعالم من غير بلاستيك دوليا قالت وزارة الصناعة الكورية الخميس ان شركة اتوم سيتروي اكسبورت الروسية تعقدت من الباطن مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنموية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 2.25 مليار دولار للتوريد المواد والمساعدة في بناء اربعة محطات في مصر وقالت الوزارة في بيان ان هيئة الطاقة النووية المصرية كانت قد منحت في الاصل الشركة الروسية عقد بناء اربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل في منطقة الضبعة ذكرت مصادر عسكرية محلية ان الجيش الامريكي قصف يوم امس عدة اهداف في مدينة الميادين السورية الواقعة في مناطق بمحافظة دير الزورة الخاضعة لسيطرة الحكومة في اليوم الثالث من المنوشات مع جماعة مدعومة من ايران وقالت مصادر انما لا يقل عن ثلاثة اعضاء من مجموعة المسلحة متحالفة مع ايران قتلوا عندما استهدفتهم طائرة هليكوبتر امريكية بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفات سواريخ في البلدة الواقعة على الدفة الغربية لنهر الفرات بهذا الخبر هدينا الى نهاية الموجز شكرا على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة